يتواصل التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث أعلن حزب الله اللبناني إطلاق مئة صاروخ على مواقع بشمال إسرائيل حيث أطلقت دفعة ثانية من الصواريخ صباح اليوم من لبنان وصل عددها نحو ثلاثين صاروخا باتجاه إسرائيل ليصل عدد الصواريخ التي جرى إطلاقها صباح اليوم نحو مئة ورغم ذلك لم تدوي صفرات الإنذار عند انطلاق الدفعة الثانية من الصواريخ كونها وقعت في منطقة فارغة وفق ما ذكره إعلام عبري كما لم يعلن عن إصابات أو جرحة واجأت الرشقات الصاروخية الكثيفة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات استادفت موقعين لحزب لا أحدها لقاعدة جوية تابعة للحزب وفق ما ذكره الجيش الإسرائيلي قال أفقاء أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على مجمعين لحزب الله في البقاع في عمق لبنان أضف أدرعي أن المجمعين المستهدفين يعودان إلى القوة الجوية لحزب الله التي تهمها بأنها خططت ونفذت اعتداءات مختلفة على إسرائيل أشعر إلى أن الغارات تأتي ردا على استهداف حزب الله نحو منطقة هضبت الجولان خلال الأيام الأخيرة ترجمة نانسي قنقر هذا وأفد مصدران أمنيان لبنانيان ومحافظ بعلبك بمقفل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بعدما شنط إسرائيل أربع غارات على مدينة بعلبك قال المصدران الأمنيان أن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك كانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية بينما وقعت ثلاث غارات بين طاريا والشمس طار على بعد نحو عشرين كيلومترا من غربي مدينة بعلبك أفدت مصادر للحدث بأن إحدى الغارات استهدفت منزلا من ثلاثة طوابق في بلدة أنصار أضافت المصادر أن الطابقين الثاني والثالث يستخدمهما حزب الله الذي قام بفرض طوق أمني حول المبنى بعد استهدافه أفاد أعلام حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله استقبل وفدا رفيعا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية أضاف أن وفدا حماس أطلع نصر الله على تطورات الميدانية في غزة والضفة الغربية وبحث معه جبهات الإسناد وتطورات مفاوضات التوصل إلى وقف الحرب من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدثة غنو يتيم غنو أهلا بك معنا إذن أبدأ معك من الوضع الميداني خاصة بعد استهداف العمق اللبناني للمرة الثانية منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كيف هي الأوضاع في تلك المنطقة التي استهدفت؟ قبل قليل ضحة كان حزب الله قد أصدر بيانا أعلن فيه بأنه ردا على استهداف بعلبك ومقتل مدنيين يوم أمس استهدف مقرات عسكرية دفاعية جوية وأيضا صاروخية في أكثر من سكنة واقعة على الحدود داخل الجولان بينها سكنة كيلع التي سبق واستهدفها أيضا يوم أمس بمئات صواريخ الكاتيوشا ولكن يوم أمس كان قد استهدفها بأربع مسيرات يأتي هذا بحسب البيان ردا على استهداف بعلبك التي استهدفت يوم أمس للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة إضافة إلى استهداف مناطق كثيرة في الجنوب تعتبر أيضا قريبة من العاصمة وأيضا استهداف ضحية بيروت الجنوبية ولكن هذه المرة وفي أقل من شهر استهدفت بعلبك في البقاع للمرة الثانية حتى الآن حزب الله لم يعلن عن سقوط عناصر من عناصره في هذا الاستهداف ولكن بعض المعلومات تحدثت عن مفقودين يعني لم يتم التعرف حتى الآن أو لم يتم حتى الآن إعلان عن مصيرهم كان هناك عدد من الجرحة ولكن حالتهم مستقرة إضافة إلى مقتل مدني يعني هو لاعب قرة قدم في أحد الفرق المحلية صباحا يعني طبعا بعلبك هي أهميتها هي أنها تحتوي على عدد كبير من مراكز لحزب الله مراكز تدريب وأيضا مراكز ربما لتخزين الذخيرة المبنى الذي كان قد استهدف كان يضم طابق سكني ولكن أيضا كان يضم طابقين استأجرهما حزب الله في فترة سابقة وبحسب المعلومات أيضا يضم شقة تحتوي على مركز لوزارة الصناعة اللبنانية أما الآن فهي الأمور هادئة في بعلبك هناك بعض الغارة في الجنوب هل كان خالي تماما هناك غارة قبل دقائق على بنت جبيل ولكن أيضا هي الغارة الرابعة منذ هذا الصباح إضافة إلى قصف مدفعي طال عدد من الكرة حتى الآن دون سقوط أي قتلة أغنوة تسمعين الآن طيب يبدو أن غنوة لا تسمعوني من بيروت سأنتقل إلى بيروت حيث الكاتب الصحفي جورج عقوري أهلا بك معنا على شاشة الحدث تصعيد كبير في العمق اللبناني هل الحرب الإسرائيلية اللبنانية واقعة لا محالة والوضع الميداني يقول ذلك باعتقادك طابط أوقاتك نحن في حالة حرب بشكل مختلف عن الحرب التقليدية حتى هذه اللحظة نحن في مرحلة لدى إسرائيل بونك أهداف وهي تقوم بضرب أهداف محددة وفق أجندتها المبادرة والضربات الإسرائيلية تأتي في حين أن حزب الله فقد عمل المبادرة وهذا هو الواقع الذي نعيشه نحن اليوم أمام ضربات متكررة لبعلبك تحديدا رمزية حزب الله انطلق مهد حزب الله من بعلبك يومما أتى الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان عام 1982 وبدأ إنشاء أول مجموعة له لحزب الله من مدينة بعلبك فبعلبك لها رمزية تاريخية لدى حزب الله بعلبك تشكل خزانا شعبيا لمقاتليه وهي أيضا تحتضن عدد كبير من مؤسساته ولكن الجنب هو معقل حزب الله بضرب إسرائيل بعلبك وهي في العمق اللبناني ما الذي يعني ذلك وإلى أي مدى يعد تطورا خطيرا صحيح ليست المرة الأولى ولكن أن يطال القصف الإسرائيلي عمق العمق اللبناني ما الذي يعني على المرحلة القادمة في لبنان يعني ذلك أن لا خطوط حمر لدى إسرائيل يعني ذلك أن مقولة قواعد الاشتباك قائمة فقط عند حزب الله وليست عند إسرائيل لبل أن هذه المقولة أضحت مترهلة إسرائيل ضربت بعمق 100 كم الداخل اللبناني بعلبك حزب الله رد في جولان فهل جولان أضحى أضحى داخل العمق الإسرائيلي كما أن نوعية الرد صحيح أن عدد الصواريخ التي اطلقت يعني ارتفع إلى نسبة 100 صاروخ ولكن مفاعل هذه الصواريخ هي مفاعل معنوية لجمهور الحزب ليس أكثر السيد نصر الله كان قال كل مدني بمدني وكل عمق تتقدم به إسرائيل سوف نتقدم مثله ولكن عمليا اليوم الحزب فاقد القدرة أو أقله مرتبك لأن ردوده ليست أبدا بحجم الضربات الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر